ترجمة نانسي قنقر نعم تبس خصيصاً بلاتو ما وراء الجدران باش يبلغنا الرسالة دياله سيد كامل مرحبا بيكم معنا في بلاتو ما وراء الجدران مرحبا بيكم الله يعيش كفتا عيشة مرحبا بالأستاذ و بالشيخ الكريم والحمد لله أني لحقت عندكم بعد ما غلقت تقول معظم الأبواب يعني الحمد لله أني لقيتكم أنتم وني فتحتوا لي البابة بها أني بقى المجهة ندائي مرحبا بيك وكل ناس تبس إن شاء الله نحن نقول أنه أولاً إن شاء الله ربي يشفيه ويتعافى إن شاء الله يا ربي وبما أنه الشفاء أولاً بيد ربي سبحانه وثانياً ربما بفعل الخيرين يقدروا يعاونوك باش طم شوية دراهم إن شاء الله باش دلوا عملية جرحية يحكينا كيفاش حتى ولا على هذه الحالة الإبن ديالك؟ هو صفرونس فلوليدة شلال دماغ ينقطع الأكسوجين على السرب وكي زاد بدأت المدة تعالي كنيزة وبدأت نعالج فيها أنا عالجته في مستشفيات عنا هنا في داخل وطن نعالجته في تونس شحن مرة بعد طلبوا عليها الإريدكاسيوه با لزمنوا ديم المساج با ما يعوش با ما يلحقش كي باك المشكلتات اللي تم دير متاعه ومان وقت فتنا بفروف فكة صعبة ما خدمتش ومانا والمساج لزمنوا سوارت باها طروفوها كطفوها في السمانة شك سومان باها يدير إريدكاسيوه متاعه ودخلتوا اللي بطالة هنا في تقسرين تعد دراريا حكموش هرم بعد عطولوا وقالوا يريح سمانة باها تعود ترجعوه بعد سمانة فيك قعدت نمشي ونرجع نمشي ونرجع نمشي نرجع من تبسل تزير من تبسل تزير ما كنت ناقص في الخدمة ومكانش خدمة ومانا حبس خليت وزاد الحال عليه زاد روحت باعفوني اللي بطالة عرس الماتع سطيف تاليريكاسيوه فاني روحت عندي لفيش روحت اطلعها فتطلعها فتمش ورواح قعدت لطولي قعدت فيها انا وصل لول درجة بيا وركي درجة لعمول الفقري متاعفني وسبعين درجة نعم نشوف الصورة نعم صح ربي معه ربي شافيه ما تعبوش بزاف ربي شافيه ان شاء الله وشحال لازم له عملية جراحية لازم له عملية جراحية على مود الفقري ربي شافيه ان شاء الله ربي صبركم ان شاء الله لازم تكون قوية ياسي كاملتا والأم ديالو أستاذ والشيخ ربما صورة معبرة بداية نقول الله ما رب الناس اذهب البأس وشفاء الشافي نسأل الله الشفاء له ولجميع مرضى المسلمين هذه من الابتلاءات التي يؤجر عليها الوالدان ونسأل الله الشفاء له لهذا الابن الأطباء معناها الآن قالوا لك أخي الكريم قالوا لك الأطباء بمعنى لا بد له من عملية جراحية على العمود الفقري تخفف عنه شوية خلتم الآن ما قدرتوش يعني هذا العب تعالى الثمن تعالى العملية الجراحية هنا في الجزائر لأ العملية الجراحية كانت في الجزائر رحت لعد الأطباء قالوا لك بمعنى نحن ما قدرتوش علىها اختاركش هو ايام سي ويشرب من الولد يشرب في الديباكين ودرجة لإعجاج تعامل الفقري المتاع 24 ألف دولار ماذا معنا؟ دولار حوالي يعني حوالي 4050 مليون 4050 مليون ولكن هنا لازم نهدروا على شيء مهم جدا كل الحالات أو بعض الحالات أغلب الحالات نعرفها هذا نتيجة خطأ طبية خطأ طبي هاته فرصة وافي الولادة يجيز شغل رسوله على الدماغ متاع وتكبال يعني شوف خطأ طبي بسيط تعثواني وش يقدر يكلف إنسان التعب اللي يكلفوه طيلة حياته نتيجة خطأ طبي في نظر بعض خطأ بسيط يعني في الولادة الطريقة اللي يتعاملوا بها مع الجنين ماهيش كما يجب يعني متهاج ربما اهتمام أكثر باش نوصلوا لهذه الحالات قلتك نعرف كثير من الحالات يعني نفس المشكلة نتيجة خطأ طبي يعني حبس له الأكسيجان كيف ضغطوله على نصح؟ ضغطوله على نصح بسه الأكسيجان وعندي فما كان في عامة طوامة عندي تخطيط بعد المخ متاعه على عدد الأصابع متاح من بعدك يا رسولي يعني هذي عملية مستعجرة؟ عملية مستعجرة قفص صدري متاعه وشغله هبطله على يعني يقدرش كله خطورة وحتى صعوبة فورك عنده عنده صعوبة حتى في طريقة التنفس متاعه تنفس لأنه يضغطوا ضغطوا قفص صدري على اللي بومو متاعه يعني يمكن كالعادة ومعه الكنيز يعني ممكن كي يكرز وقدان مر يكرز بركبه مع الكنيز وشغل مع الكمو متاعه ممكن يعني لا هو هذه البداية الأسباب من باب التذكير فقط من باب التنبيه ولكن الآن الأطباء الأطباء كلهم أجمعوا على أنه لا بد له من هذه العملية من جهة الأخرى أنهم الأطباء وافقوا على أن تكون هذه العملية خارج الجزائر يعني هم أرشدوك إلى هذا أرشدون يا شيخ لا معنى إخوانا المشاهدين يعلمون هذا يعني يعني ما وش معنى أنت مزاجك كراك خلية العلاج هنا وراك رايح الخارج لا هو أصلا إعادة تأهيل الحركة ما كانش عنده إمكانيات بش يخلصها قال لك جيت للطيق سراعي نرح للصيف هذا تقرير طعا الطبيب بتاع جراحة العيفان بلي لازم له جراحة الجراحة العمود الفقري مستعجل وبلي ما كانش تركيا بث الملف هو مسكين حتى بش يدير لغير ما كانش عنده إمكانيات على بيها زاد عليه الحال هكذا هذا درجة العمود متاعور بيها هذي في المستشفى هذي في المستشفى طغوهالك نعم وش من المستشفى؟ تقرير طعا الطبيب السي كامال كذلك حبي نترح لك سؤال هاني شوفوا قعد على هاد السياج ما عنده كرسي متحرك؟ عنده كرسي وشية فكسية بها جيت من تبسل الناس ما ما يسمحناش بها نهزوه المهم عنده كرسي لأنه إذا ما عندهش نوجه نداء أكيد أكيد أصحاب الخير كينين بزاف باش يوفروا له كرسي متحرك الحمد لله هفيا درجة العمود الفقري متاع هي أو أي واضحة يعني بلا أشعة راهي واضحة أمامنا رأنا نشوفه أنه رأوا يتعدب ويتألم نحن ندعوه أنه إن شاء الله ربي شافه وأنه كل واحد يحس بقضيته ويتألم كما رأنا نشوفه إحنا اليوم يساعده قلنا أنه 400 مليون سنتيم المبلغ يعني الحمد لله ما شك به إن شاء الله يقدره نعم طبعا ممكن لشخص واحد أنه يتكفل بها هذا أمر موشي سعر هو بداية الأمل عندما يصل الطب إلى معرفة السبب نعم ويعلم ما هي العملية التي الضرورية له هذا بداية الحل الحمد لله هذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى ولكن نحمد الله أن إخواننا الأطباء وصلوا إلى هذا النتيجة كمال نعم كمال أنت عندك أولاد نعم بس علاقتك بها علاقة خاصة أه الأولاد الآخرون أخي الكريم الأولاد الآخرون عاديين أنت لي وقف به أنت لي وقف عليه نعم نشوف هذا الأب بحنين يتأثر كثيرا لا علاقة خاصة به جدا بباقي الأبناء الأخ كمال لا أخي كمال كل الخوط الأخرين عاديين لبس عاديين ما شاء الله تخيل كمال حياتك بدونه يعني صعب يوفي علاقة أبو أيضا مهمة وسمه وسمه عميق عاطف نعم عاطف ما شاء الله عاطف إن شاء الله عاطف حين يتعاطفوا مع كل الجزائريين إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يجمعوا لك هذه المبلغة 400 مليون سنتين في أقرب وقت إن شاء الله رأيكم تشوفوا عاطف يتألم ويتعدب لكن أب أكثر ويتعدب جاملة بستة إحنا ندعي وإن شاء الله ربي يكون معاكم السي عاطف السي كمال أستاذ والشيخ ربما أكم تشوفوا الأب هكذا كفا شو يتعدب ويتألم مع وليده وفي الأخير يرميوه ربما لو منقيسوها مع القضية الأولى اللي مرت معنا تاسي عبد القادر طبعا ماشي فقط هذا القضية كل القضايا يعني ما لازمش الأبناء ما ينسوا الفضل كي نقولوا الفضل هي عبارة كبيرة ولكن ما لازمش ينسوا ما قساه وما ضحى وما ربما شيء ما يعرفوهاش الأبناء اللي ربما قام بها لأب تحم لأنه جاءت فرصة ربما نحكيه على علاقة الأبوة كان الحياة نحكيه على علاقة الأمومة ولكن علاقة الأبوة أيضا عمقة جدا شوفي الآن الصورة الصورة وحدها تعبرها ما يشوفوا في المشاهدين ولكن أنا نحس بهذا العاطفة الآن علاقة قوية جدا بين الأب وبالأبناء تعوي خاصة أن يكونوا صغار لذلك وجب رد المعروف ورد الخير أو رد ما يمكن أن يستطيع أن يفعله الإبن لأجل الأب تعوي هو فعلا قل ما يعلم الأولاد قيمة الأبوة إلا إذا أقول لهم يحسوا يدير الأولاد بيقول يحسوا فيها هذه تقريب تكون غريزة في البشر من حيث لا نشعر يعني الآن ولو 30 سنة ولو 40 سنة غير متزوج فهني وشني الأبوة نظريا نظريا علميا أخلاقيا إيمانيا يتجاوب معك لكن حسيا أبدا أبدا ولكن هناك من يعرف عاطفة الأبوة بعدما يفوت الحال بعدما يفوت الحال نعم هناك من لم تتح له فرصة بشير الخير بابه لأنه عرف الأبوة متأخر الأولاد اللي ذكرتي بالمقارنة الأولاد اللي هينوا باباهم واللي هينوا إماهم واللي هينوا كذا يعني ما يعرفوش بالأب والأم في زوج الوالدين الوالدين هم الوحيدين في العالم طبعا ربنا سبحانه وتعالى يحبوا لنا الخير والنبي صاصر ولكن محيث البشر هم اللي يحبوا لأولادهم يكونوا خير منهم صحيح هم يحبوا لأولادهم يكونوا خير منهم صحيح وهذه كثير من الأولاد متاعنا ما يحسوش بها إلا عندما يديروا هم الأولاد ويقول لهم يشوفوا واشنة العاطفة واشنة الكبرى إن شاء الله ولكن صدقني كمال إحنا أيضا نتقسم معك نفس الهم وعدنا نفس الإحساس يعني الإبن هراه في حجرك ولكن كأنه عدنا كل أم مرت أمامنا وكل أب مر أمامنا وعنده إبن ولا بنت تتعاني تتأكد باللي أنت ولا غيرك بأننا نتقسم معه نفس الهم ونفس الشعور وربما بدرجة أكثر لأنك أنت الآن تحمل الهمتالإبن فقط تاعك ولكن نحن حملنا هموم عشرات الأشخاص ومئة الأشخاص ومئة الأشخاص المجتمع طبعا كل الناس المر أمامنا تعطفنا معهم وربما أنت الآن تدخل بإبنك ولكن نحن نعتصر ألما طيلة اليوم يعني كل ما اتمر معنا هذه الحالات وهذه شهادة حق لابد أن تقال وثيق في الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي هم الشافي سبحانه وتعالى أدعو الله تبارك وتعالى في سجودك في الصلاة ثقتنا في الله سبحانه وتعالى شكرا لك سي كامال نحن نقول لك ربي إن شاء الله يشافيه ربي يكون معكم يطيك القوة إن شاء الله والصبر وتأكد أن أخوتنا الجزائرين ما حينش إمراهم مش رح نيخليه وك طبعا أكيد إن شاء الله كل واحد يقدر يعاون حتى ولو بالدعاء إن شاء الله وربي يشافيه لك عاطف إن شاء الله يعيش كربي بارك فيكم وشكر الأخت عائشة وشكر الأستاذ وشكر الشيخ فتحتوا لي الباب وفتحتوا لي قلوبكم وطعطفوا معي يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله كله خير ونوجه ندائي لأي مواطن جزائري سواء داخل الوطن سواء خارج الوطن أنه يوقف معنا ولو بالدعاء ولو بالدعاء يدعونا حتى في الصلاة في السجود متاعكم خير وتبارك الله وفيكم وجزاكم الله وكله خير الله يجعلها فيه ميزان حسناتكم أمين يا رب العالمي وشكرا ولكن اللباس هي مسألة إنسانية وأبواب أهل الإحسان أهل البر والإحسان تفتح لهم هذه المجالات وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه على المحسنين شيء جميل لكننا أيضا نوجه كلمة إلى المؤسسات الاستشفائية في بلدنا وأن أمثال مثل هذه الحالات أنهم يفرطوش فيها أنهم يتبنوها ويقوموا بهذا العملية لأن نشوف الأسرة وش ريتعاني وخاصة عندما يكون المرض عضويا مرض معلوم يعني يحتاج إلى علاج لو جاءت من نسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين لو جاء حاجة مستعصية أو لا قال ما عليش العائلة رئيس صبر ونحن نصبر وحدك لكن مرض عضوي يطلب عملية نقول للمؤسسات الاستشفائية في بلدنا من الواجب المجتمعي من واجب التكافل المجتمعي أن وزارة الصحة تقوم بهذا العمل هذا هذه الكلمة نقولها لله إلى حين وزارة الصحة تدخل كينا وزارة محسنين كما يقول أستاذ وزارة المحسنين إن شاء الله يتعاونوا معها إن شاء الله شكرا لك شيخ نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل طبعا إن شاء الله أستاذ كذلك شكرا لك شكرا لك نعم مشاهدينا نحن نصلنا بهذا إلى ختم عدد اليوم من برنامجكم ما وراء الجدران نعرضنا قضايا متنوعة مختلفة طبعا فيصل الأخير في هذه القضايا هم أنتم مشاهدينا رأنا نقرأ انتقاداتكم وتعليقاتكم وكل ملاحظاتكم بعناية ونخدوها إن شاء الله بعيني الاعتبار تأكدوا أن برنامجنا هو برنامج العائلة الجزائرية لذلك واصلوا وعطونا ملاحظاتكم البناء وانتقاداتكم البناء باش هنا في كل مرة إذا خطأنا طبعا نصححوا كل أخطائنا وإن شاء الله نتقدموا لفعلي الخير مشاهدينا نذكر أنه السيد كامال جامت بس باش يطلب منكم ويناشدكم تعاونوه لمساعدة ابنه لتجميع مبلغ ربع مليون سنتيم إذن تسارعوا لفعل الخير وأجركم على الله إن شاء الله أرقمنا أكيد تظهر أسفل الشاشة لكل واحد حاب يساعد سيد كامال يلا يتصل بنا وأجركم على الله مرة ثانية نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل دمتم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر